ولو حابب انك تبدأ مشروعك وانك تبدأ تشتغل في بيتك في قتليه في ورشتك في أي حاجة كده البطرون بقى ساحل لك وتقدر تعمل أي موديل لملابس الأطفال كل اللي علينا هنجيبي الورق بالشكل دوت وهنجيبي البطرون ونختار اللون والمقاس المطلوب مثلا عندنا من سنة لسنتين باللون الأخضر من ثلاث سنين لأربع سنين باللون الأصفر فهنختار وهكذا طبعا لغاية 12 سنة فهنختار المقاس المطلوب هنشتغل مثلا على من ثلاث سنين لأربع سنين اللي هو باللون الأصفر كل علينا ان احنا هنحط البطرون على الورق بالشكل دوت وهنمشي في الفراغات اللي بللون الأصفر كل الفراغات اللي في اللون الأصفر هنمشي فيها بالشكل ده بالألم ده كده الجنب بتاع البطرون الجزء ده المرات ده خط السدر ده بنسة السدر كل اللون الأصفر اللي أنا ماشي فيه همشي فيه بالشكل دوت كده كده كنا عملت بطرون السدر هيطلع معي بالمنظر ده ده حوض الرقبة هوصله لبعضه بالشكل ده ده بنسة السدر اوصلها ببعض الشكل ده ده خط الوسط هوصل النقط ببعضها كل الأعلام أنا بوصل دلوقتي النقط ببعضها عشان يوضح ليه البطرون ده طول البطرون طبعا أنا بوضح بالقلم في المستر عشان خاطر يبان في التصوير ده المرات طبعا ده مرد كده ده اللي عراوه زرايب بالشكل ده بكده كنا أنا عملت ايه بطرون السدر نقصه مع بعض كده بطرون السدر هو واضح بالنسبة لكو كده باقي بطرون الضهر ده الجزء بتاع الضهر زي ما اشتغلنا على اللون الأصفر هنشتغل في الضهر على اللون الأصفر هنعمل علامات كده داخل الفراغات اللي باللون الأصفر بالشكل ده ده جيروكم ده الجنب موسيقى كده في ثواني طلع لنا بطرون الضهر دوت الطول ده خط الوسط ده خط السدر كده بطرون الضهر نقصه مع بعض بثواني طلع لي بطرون الضهر بطرون الضهر وبطرون الضهر وبطرون السدر كده بقيلي بطرون الكوم بطرون الكوم بيطلع من نفس بطرون الضهر بالشكل ده هجيبي البطرون بالشكل دوت كل البيانات وكل التفاصيل مكتوبة على البطرون الجلد يعني هنا مكتوب جيرو الكوم وكل مقاس ليه لون زي ما قلنا فاحنا شغالين على اللون الأصفر اللي هو من ثلث سنين لأربع سنين فاهمش في الفراغات اللي باللون الأصفر لجيرو الكوم عشان خاطر هطلع الكوم كل الفراغات اللي باللون الأصفر هنزل تحت هلاقي مكتوب راس الكوم هنا نقطتين وهنا نقطتين عند الجيرو واشيري البطرون بالشكل ده هلاقي علامات الجيرو بتاعة الكوم والنقطتين بتوع الكوم هوصل راس الكوم بالجيرو بتاع الكوم كده اداني الكوم وادي تانية الكوم وبانزل كده بشكل مفتوح نص سنتي عشان التانية كده شكل الكوم أبدأ أوص كده زي ما انتم شايفين طلع الكوم وطلع السدر وطلع الضهر لبطرون من ثلاث سنين لأربع سنين بأن البنطلون بالنسبة للبطرون بتاع السدر فيه كتاب شرح كتاب شرح فيه أكتر من ثلاثين موديل أو أكتر من أربعين موديل الموجودين صبيان وبنات فأنا ممكن ان انا بعد كده بعد ما بطلع البطرون الأساسي بحدد الموديل اللي أنا عايزه وأبدأ من خلال الكتاب إن أعمل الموديل اللي أنا عايزه كده بقي لي بطرون البنطلون وأبدأ أعمل بطرون البنطلون زي ما قلنا احنا شغالين على اللون الأصفر فبرضو هنشتغل على اللون والمقاس اللي هو الأصفر اللي هو متى السنين لأربع سنين عندي هنا مكتوب لو الكاميرا قربت شوية لو باين الجزء العالي دوت ده جزء إيه؟ ده ضهر البنطلون الجزء اللي باللون الفض اللي هو مستقيم دوت ده سدر البنطلون تمام؟ يا مكتوب أهو سدر البنطلون مكتوب ضهر البنطلون مكتوب ضهر البنطلون فأنا أول حاجة أطلع سدر البنطلون همشي في اللون الفضي اللي بالشكل ده جاريت الكاميرا تقرب علي بالشكل دوت وهمشي لغاية ماوصل للمقاس اللي هو باللون الأصفر هعدي اللون الأغضر وهمشي في المقاس اللي هو باللون الأصفر بالشكل دوت كده أنا بامشي في جنب البنطلون هيقابلني خط تاني باللون الأصفر تمام؟ أنا شغال في السدر فهمشي في اللون الفضي اللي هو مكتوب عليه سدر البنطلون أو أمام البنطلون بالشكل دوت أوصل لمكان البتاليتة أو السوستة ده جيب للبنطلون يشتغل جيب ويشتغل ورقة للجيب التنظيف للجيب ورقة التنظيف للجيب يعني الجيب من جوه تمام؟ وممكن أن هو يشتغل جيب بلتش واشيل البتالون بالشكل دوت هلاقي كل تفاصيل سدر البنطلون أو أمام البنطلون قدامي هبدأ أقص در البنطلون در البنطلون دي سوستة أو در البنطلون لو أنا وصلت كده نقص لبعد عشان تبقى واضحة من زي ما قلنا دي ورقة الجيب أو جيب لتش على الوش يعني لها أكتر من استخدامه ده سدر البنطلون كده لسه دهر البنطلون دهر البنطلون بيطلع من نفس قطعة البنطلون يعني قطعة البنطلون دي بيطلع منها اتناشر قطعة بطرون أطفال ست مأسات فستة أمام وستة خلف بيطلع منها اتناشر قطعة غير الجيوب هنطلع بقى الظهر الظهر مختلف قلنا الظهر عالي من هنا وعريض من هنا هنا مكتوبة هو دهر البنطلون فوق مكتوبة هو ظهر البنطلون كل التفاصيل مكتوبة احنا اشتغلنا على اللون الأصفر هنكمل على اللون الأصفر بالشكل ده في ظهر البنطلون لغاية ما نوصل للجنب الجنب واحد بيشتغل للسدر وبيشتغل للظهر الاختلاف بيبقى عند الحجر في الجنب دوت انا كده ماشي في الأصفر لما اشتغلنا السدر اشتغلنا على الخط الفضي دوت انما احنا دلوقتي هنشتغل الظهر فاحنا هنوصل لغاية النقطة الصفر اللي بالشكل دوت دوت كده الظهر تمام كده هنا في نقطة بتقولك او بتقولك ان ظهر البنطلون النقطة الصمرة دي يعني انا همشي في النقطة الصمرة دي بالشكل دوت عشان حجر البنطلون او ظهر البنطلون بكده يكون ظهر البنطلون طلع ونشيل البطلون بالشكل ده نلاقي كل تفاصيل الظهر طلعت بالشكل ده نبدأ نوص نعلم البنطلون ضهر البنطلون كده يكون البنطلون صلع صلع صدر وضهر او امام وخلف وعشان نتأكد ان البنطلون مصبوط نحط صدر على الظهر بالشكل دوت ياريت يكون واضح للكاميرا وبتأكد بقيس الجنبين على بعض الجنبين قد بعض وبقيس المنطقة بتاعة الحجر دي من جوه بتأكد ان الاثنين قد بعض لان لازم في الخياطة دي تتقفل على قد دي ما يبقى زيادة ودي تتقفل على قد دي ما يبقاش في زيادة عشان البنطلون ميت لوحش كده بطرون البنطلون صدر وضهر ياريت يكون واضح لكم كده بطرون السدر كده بطرون الكم كده بطرون الضهر ومن خلال كتاب الشرح اقدر اعمل اي موديل لملابس الاطفال صبيان وبنات وكده يكون طلعنا البطرون فاقل من خمس دقايق ولو حابب انك تبدأ مشروعك وانك تبدأ تشتغل في بيتك في قتليه في ورشتك فا اي حاجة كده البطرون بقى سحر لك وتقدر تعمل اي موديل لملابس الاطفال البطرون ده بتقييم من كوليت فنون طبقية جامعة حلوان تنفيذ مركز دعم تكنولوجيا بتابع للرئاسة الوزراء وغير موجود بأي مكان في العالم الا من خلالي انا كان معاكم ثالث صديحة شكرا لكم وما خالص تحياتي اشتركوا في القناة